بص بالنسبة للمودست يعني ناس كتيرة جدا منتظرة اللي حيحصل من مودست تحديدا في الملعب أو في الداية الأولى يمكن كان يبتدى الحكم عليها كريم من قبل ما مودست يجي ويلعب ونشوف اللعب ونشوف الأداء في الملعب مع النادي الأهلي إن برضو أنا من الناس المؤمنة جدا أي لعب غير أن هو واخد على اللعب في النادي أبيا مختلف يعني ممكن تجيب لعب يكون مثلا هداف البطولة هداف الدوري هداف يعني الفريق ده لكن لما بيجي ينضم للنادي الأهلي بتلاقي ممكن أداء مختلف جدا لا بيبقى كويس جدا يا ممكن ما بيكونش في نفس مستوى لعب النادي الأهلي ده حصل أبي كده في كذا صفقة ولكن في الأول وفي الآخر أنت بتتكلم الحكم على أداء لاعب فأي نادي ما ينفعش يبقى منذ اللحظات اللي أنت بتذكر فيها اسمه يعني أو إعلان الصفقة ده شيء غير منطقي تماما سواء على لاعب أو على إدارة فنية أو على مدير فني أو غيره الحكم لازم يكون بعد فترة يعني إلى حد ما مش هقول طويلة بس فترة مقبولة أو معقولة حتى يكون حصل اندماج بينه وبين بقية الكوار بالضبط لأن حتى لو إن كان لاعب يلعب فيه واحد من أكبر دوريات العالم جاي بيلعب دلوقتي في الدوري المصري أنا على الفكرة أنا مش بسبق لحاجة احنا وثقين جدا في اللعب بتاعنا لكن أنا بتكلم على فكرة الحكم وعلى الكلام اللي دايما بيتقال وتحديدا مع النادي الأهلي ما تفهمش فيه حاجة كده ما بقتش مفهومة شوية أو هي خلاص بقت عادة تقريبا مع كل بداية موسم مع كل مركاته لازم يطلع إشعاية لازم يطلع كلام لازم يطلع قيل وقال لازم تطلع تلاقي حد مثلا ومحترامي للجميع طبعا فيه منابر مختلفة طبعا وهم زبلاءنا وعلى فكرة أصدقاء لينا في بعض الأحيان طلعوا يتكلموا بطريقة كلها الثقة كأنه هم قاعدين جوه النادي الأهلي يعني إحنا بنبقى إعلامين داخل النادي الأهلي وأكيد إحنا الأقرب لأي معلومة موجودة يعني هتلاقي المعلومة عندنا قبل أكيد ما هتلاقيها عند زميل آخر في قناة أخرى لكن القصة كلها أنت الواحد بيقعد يتفرج وبيقعد يتفرج وبيبعيز من جوا يقول أنتوا بجيبوا الكلام ده منين لأن الكلام كتير قوي في الفترة الأخيرة كتير قوي وكل واحد بيتكلم كأنه هو واحد من اللعيبة جوه واحد من الفريق فأنا بس أغرب بصراحة أنش أتكلم عن إنسيدنت أو حادث يعني معين لكن الواحد نفسه الناس يعني خليه كل واحد يركز في نفسه خليه كل واحد يركز في الفريق بتاعه في الفريق اللي بيشجعه في الإعلام اللي هو بيقدمه يعني مش لازم علشان أنا أتميز لازم أقعد أتكلم بمنطقة اللي هو أنا عارف كل الكواليس وعلى فكرة حصل هنا وعلى فكرة حصل هنا وسمعنا الأيام اللي فاتت طبعا الحديث اللي دار أن الأهلي مش عارفة إيه ومين تقنق مع مين يعني مع احترامي بالكلام ده كله مالوش أي أساس بالصحة يعني أنا عايز أبس أعرف الثقة عارف الثقة بتيجي منين 35 برنامج كل برنامج منهم بيؤكد لك أنه خدي مني الحصري عمرك سماع تحد في قناة النادي الأهلي بيطلع يتكلم عن لاعب في أي فرقة تانية أو بيجيب سير تلاعب في أي فرقة تانية وبيتكلم بمنطق أنه هو خد من عندي الحصري حصل في النادي الفلاني كذا عمرنا عمرنا حتى لما حد بيجي على النادي الأهلي إحنا ما بنتلعش نتكلم بنفسه على فكرة اللهجة يعني إحنا دايما محترمين جدا وعلى فكرة أنا كان هاوند أنا بحب جدا أن أرد بس طالما أنا بشتغل هنا أنا لازم أحترم المكان اللي أنا بشتغل فيه وبلتزم بالردود اللي متاحة لنا فهي دي النقطة أنا ممكن أرد في مكان تاني بقى كان هاوند ما ليش علاقة بالقناة النادي الأهلي لكن الواحد بيلتزم وبيحترم المكان والكيان اللي هو بيشتغل فيه والمنبر الإعلامي اللي هو بيطل على حضراتكم منه فالمنطق ده شوية أنا هنا حخطب الجماهير بتاعتنا حخطب أهلنا إحنا عيلة الأهلي ياريت لا يعني ما نسيبش ودنا وما نسيبش فكرنا وما نسيبش نفسنا نصدق كل اللي بيتقال من المنابر أخرى صدقوني لو في حاجة إحنا هنبقى أول ناس بنتكلم على أساسها خلاص النقطة دي المفروض تبقى خلاص راسخة بالفعل في أزهال الجمهور وأكيد من حكم يعني بحكم متابعتهم الدائمة مش بس البرنامجنا لقناة النادي الأهلي بشكل عام حتى في الفترات اللي بيكون فيها كلام على صفقات جديدة لو حضراتكم تركزوا كده هتلاقوا إن إحنا وغيرنا من برامج النادي الأهلي غالبا ما بنقولش لا بنعلن عن وجود صفقات من عدم ولا بنقول أسماء من عدم بنستنى لما إدارة النادي الأهلي هي اللي تعلن عن الصفقات الجديدة لغاية لما ده بيحصل غالبا بيكون عدينا بمرحلة طويلة من الهاري والهاري بنتفرج عليها بس لكن لا نشارك فيها بأي حال من الأحوال وعلى فكرة دي طبيعة الأمور في النادي الأهلي ودي طبيعة شخصية كل من هو تابع للنادي الأهلي كل منسوب النادي الأهلي وعلى فكرة كل فيه مكانه كل فيه منصبه هتلاقي إن ده توجه عام عند النادي الأهلي وإلى حد تبين نقدر نقول إن دي كمان طبيعة جمهور النادي الأهلي بالضبط وبالنسبة لبقى أن أنت ذكرت جمهور النادي الأهلي تحديدا النهاردة إحنا بنتكلم عن المباراة طبعا وحيكون فيه طبعا حضور جماهيري وإن نتمنى دايما أن إحنا نطل على الجميع وعلى العالم كله بالمشهد المحترم اللي إحنا اعتدنا عليه إن شاء الله ده يحصل وإحنا واثقين إن ده هيحصل ويمكن كمان الجماهير هي السبب الأكبر في قصة عودتهم مرة تانية والعودة كمان إن شاء الله تكون بساعة كاملة فيه السنوات أو فيه حتى الأشهر القادمة نتمنى والمواسم القادمة لأن ده المشهد اللي إحنا دايما كنا بنطالب به وده اللي إحنا واخدين عليه فإن شاء الله تبقى مباراة يعني من ناحية الجماهير ومن ناحية النتيجة ومن ناحية الأداء ممتعة بإذن الله